اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة سؤال الحلقة وهو هل يمكن تصور مجتمع بلا مدارس؟ ونقصد بالمدارس هنا مؤسسة المدرسة يعني نحن بحاجة إلى لمحة تاريخية عن أصل تكوم فكرة الدولة وأصل تكوم فكرة المؤسسات الخاضعة للدولة دايما لا يتخيل الناس خاصة في العصر الحديث مجموعة من الناس تعيش بدون دولة أو بدون مؤسسات هذه الفكرة طرقت على الذهن البشري كما ذكرنا في عدة حلقات قبل ذلك منذ نشأة فكرة الدولة القومية الحديثة وهو فكرة حديثة جدا بالنسبة لتاريخ الإنسان على أجل الأرض يعني احنا من 400 سنفات 500 سنفات ما كانش فكرة الدولة الحالية موجودة يعني عايزين نضرب مثال من العصور اليونانية القديمة مثلا أريستو، أفلاطون، العرب قبل الإسلام، الشعر الكبار، الحكماء كل دولة تعلموا فين؟ نقدر نقول بدون دولة وبدون مدرسة طيب الفكرة، فكرة الدولة نفسها أو فكرة المدارس دي نشأت إمتى؟ نقدر نقول إن الفكرة دي بعد نشأة الدولة القومية الحديثة بقي السؤال الملح على الدولة أو مؤسسات الدولة إزاي أضمن أكبر قدر من التحكم وفي نفس الوقت من الانضباط يعني أنا دولة عايزة حارب، فعايزة حارب عايزة جيش كويس والجيش ده عايزة طب، فعايزة مستشفات وهكذا كل فروع المجتمع أو المؤسسات مبنية على حاجة الدولة فالدولة عشان تضمن إن ده يتم بانضباط وبقدر كافي للدولة تفضل متمسكة وقوية فالدولة بتنشئ المؤسسات التعليمية اللي تخدم التخصصات المطلوبة فبتعمل مدرسة عسكرية وبتعمل كلية هندسة وبتعمل كلية طب، وبتعمل مدارس أساسية وهكذا لغاية ما وصلنا لصورة المتعرفة عليها الآن لكن تقريبا من 300 سنة فاتت أو يعني تقريبا 300 سنة بدأ السؤال سؤال فكرة جدول مدارس أو تصور مجتمع بلا مدارس يطفو على السطح مرة أخرى تقريبا من عام يعني في القرن السبعتاشر الميلادي أول ما بدأت أمريكا تنشئ بصورتها الحالية أنتوا عارفين أن أمريكا هي أرض كان بيقطنها ما سماها بعد ذلك الأمريكان الهنود الحمر وبعض المستوطنين أو المهاجرين الأوروبيين انتقلوا من كثير جدا من الدول الأوروبية وخاصة بريطانيا ورحوا الأرض اللي هم سموها سعيدها الأرض الجديدة الأرض دي لأول مناشأت لسه ما فيش كيان ما فيش دولة هي مجرد مستعمرات مستعمرات كيانات كده منفصل أول مناشأت المستعمرات ده بدأ يظهر السؤال اللي هو إحنا هنسميه هنا في الحلقة هنسميه تعليم المنزلي أو مجتمع بلا مدارس إحنا دلوقتي لسه ما فيش دولة تشكلت وعايزين نعلم أولادنا نعمل إيه؟ السؤال جيه على لسان قاطل المستعمرات قبل ما تتحول أمريكا لدولة قبل كده قبل 200 سنة من قيام الدولة يعني إحنا همتكلم دلوقتي في 1600 1740-1830 بدأ السؤال إيه؟ إحنا نعلم أولادنا في المدارس بشكل إلزامي ليه؟ إحنا عايزين المجتمع ده يزرع ويقرأ ويكتب ويعمل بعض المهام الأساسية فإحنا لازم الناس تبقى متعلمة طب يتعلمه إزاي؟ كل عائلة تعلم أولادها في المدارس بدون مدارس في المنازل خلاص؟ اللي هو التعليم المنزلي أو اللي هو بيطلق عليه في أمريكا هوم سكولينج تمام؟ لغاية 1840 اللي هو بدء الكلام عن استقلال أمريكا أو إعلان جمهورية أو تحول أمريكا كالتحاد فدرالي يعني للدولة اللي إحنا نعرفها دلوقتي بدأ فكرة التعليم الإلزامي أو نشأة المدارس المدارس المعروفة حاليا قبل كده كانت نسعلم الناس بتعلم في بيوتها طيب في مصر في مصر عايزين نتصور مجتمع بلا مدارس نقدر نقول أني قبل فترة التحديث بتاعة محمد علي يعني تقريبا قبل 1840-1830 فكرة التعليم الإلزامي أو المدارس الحكومية بالشكل المتعرف عليه الآن ما كانش ده الأصل الأصل يا إما مدارس أهلية المجتمع اللي عاملها يا إما كتتيب يا إما تعليم في المساجد والمساجد الكبرى زي الجامع الأزهر وغيره مسجد عمر بن العاصل مساجد الكبرى في المدن يا إما تعليم منزل إن أنا أنا أب مسلم وزوجتي مسلمة عايزين نربي أولادنا في مجتمع نعمل إيه؟ فبجيب شيخ أو مدرس أو يعني العالم اللي بيدرس تخصصه أنا عايزة أدرسه الإيمة ويجي له إما في البيت إما الطالب يروح له بيته إما يدرس عليه في المسجد لغاية ما جاء محمد علي وولاد محمد علي فكرة إنشاء مصر الدولة القوامية الحديثة المعروفة لدى المصريين الآن وفكرة إيه؟ تحويل التعليم لتعليم مؤسسي أو إلزامي أو مدرسي لغاية ما خدش الشكل اللي إحنا نعرفه دلوقتي كتير جداً لو حد جده عايش الآن وسنه كبير شوية ممكن يكلمه على ناس يقول لك لا ده ما خدش مدخلش مدرسة كان بيعرف يقرأ ويكتبه وكان رجل مثقف وقارئ وبتاعه يقول لك وكانش إيه؟ يعني ما دخلش مدرسة أو العكس نقول إنه هو دخل المدرسة فترة صغيرة جداً وإيه؟ بعد كده كمل تعليم حر تعليم حر هو اللي كان بيقرأ لوحده وبتاعه وطبعاً فيه أمثلة مشهورة جداً عندنا زي عباس العقاد والرفعي درس تعليم الزامي أو ابتدائي لغاية خمسة ابتدائي أو حاجة زي كده وبعد كده كمل لوحده الصورة اللي إحنا عايزين نقشها فكرة الفكرة اللي هي نشأت ليه مرة تاني بدأت الناس تفكر في فكرة التعليم المنزلي أو مجتمع بلا مدارس في ستينيات القرن الحالي يعني 1960-1970 وبالأخص في 1960 بدأت مجموعة كبيرة جداً في داخل الولايات المتحدة الأمريكية لأسباب هنعددها دلوقتي تقول إن إحنا مش عايزين نعلم أولادنا جوا المدارس بتاعت الحكومة ده في أمريكا 1960-1970 يعني من أول 1960-1970 بدأ الموضوع إيه يبقى الفكرة تبقى مطروحة بقوة درجة إن إحنا عندنا مثلاً أسماء إيفان إيلتش مثلاً إفريست ريمر عندنا جون هولت كل دولة فيه الأولاني نصلاً كتب كتاب مجتمع بلا مدارس اللي هو السؤال اللي اخترناه للحلقة مجتمع بلا مدارس أو إفريست كتب كتاب اسمه المدارس الميتة واحد تاني كتب كتاب اسمه كيف يفشل الأطفال هو السؤال بقى إيه السؤال اللي بيحاولي يستدعيه هو أنا ليه أسلم ابني ليه المدارس الحكومية ده الكلام ده في أمريكا يخليهم يعلمهم يعلمهم اللي هم عايزينهم أنا المفروض أعرف مصلحة ابني أنا أعلمه براحتي وأعلمه اللي أنا عايزه والدولة بس لها حاجة واحدة بس بما أن الطفل ده هو باللغة القانونية أو السياسية هو مواطن داخل الدولة فالدولة لازم تضمن أنه هو تعلم فتعمله كل فترة اختبار تضمن أنه هو وصل لمستوى كافي أو جيد أو جيد جدا من التعليم فقط لكن أنا أعلمه براحتي طب ليه السؤال ده ما تروح في أمريكا دولة المفروض منذ أن نشأت أمريكا عشان هي أصلا ناشئة عن مهاجرين جايين من أوروبا وأوروبا كان في تجاوزة فترة تقدم وتحضر كافية فهو جاي التعليم في أمريكا منذ أن نشأ هو تعليم قوي سواء كان تعليم منزلي أو حكومي ليه فكر مواطن أمريكي في 1960 وأساد زي جامعة أنه هو يبدأوا فكرة إحياء فكرة المجتمعات بلا مدارس أو التعليم المنزلي أنه هو واحد في واحد فيهم ليه دافع أيدولوجي أو دافع سياسي أنا راجل توجه غير توجه الدولة يعني مثلا الدولة مسيطرة عليها الفكر الرأسمالي أنا راجل يساري أو اشتراكي ما مش عايز أعلمه لدي التعليم اللي الدولة بتعلمه لها وعايز أعلمه العلوم الأساسية بس مش عايز أعلمه الثقافة أو التوجه اللي الدولة بتقدمه ده واحد واحد تاني بيقول له والله أنا راجل متدين أنا راجل مسيحي متدين والدولة التعليم اللي جواها لا يراعي لا الأخلاقيات ولا الدين المسيحي وفي نفس الوقت علماني تعليم علماني وأنا راجل متدين كاثوليكي فأنا عايز أضمن أن أولادي يطلعوا متدينين ده في أمريكا واحد تاني يهودي أنا راجل ديني مش هو دين المجتمع بالكل أمريكا في العموم المفروض مجتمع مسيحي فأنا ليه خصوصية كرجل يهودي يعيش في أمريكا فأنا عايز أعمل إيه؟ عايز أعلمهم تعليم مختلف كل هذه الدوافع بالإضافة إليها طبعا دوافع تربويه اللي هو إيه؟ يجي واحد يقول والله ابني أنا بأفاجأ أن ابني أو بنتي بيبقوا منحلين أخلاقيا بيتعلموا سلوكيات سيئة فأنا عايز أعلمه العلوم الأساسية يعني عايز أعلمه لغة عايز أعلمه رياضيات عايز أعلمه علوم عايز أعمله تدريب بدني وكده لكن مش عايزه يتلقى حزمة الأخلاق والسلوكيات الموجودة جوه المدرسة طب أعمل إيه؟ فبدأت يتعظم جدا فكرة العودة مرة أخرى للتعليم المنزلي طيب هل الدول العالم كلها فكرة مجتمع بلا مدارس دي بتقبلها؟ طبعا إحنا عندنا العالم مقسوم إلى كذا نوع من الممارسات السياسية في دول اللي هي بتبقى دول ديمقراطية حقيقية أو دول بتعترف أصلا بحرية الأفراد وشايفة إن هي مجرد وظيفتها هي تنظيم حياة الناس مش السيطرة عليها أو حتى على الأقل مش ممارسة استبداد شامل على المواطنين أو الأفراد فبيقول والله من حق المواطن إن هو يختار الطريقة اللي يتعلم بها مش من حقه إن هو يختار يتعلم أو ما يتعلمش إلا هيضور نفسه كده لا أنا من حقه يتعلم بالطريقة اللي يحبها أهم حاجة أبقى أنا ضامن كدولة إن هو وصل لمستوى يعني مستوى مقبول من التعليم يعني في الأول بدأت المحاولات التعليم المنزلي في أمريكيا دي كانت مرفوضة بالقانون لما بدأت النص تضغط على القضاء قالوا والله إحنا دولة ديمقراطية إحنا عايزين نعلم أولادنا بمزاجنا في بيوتنا فالغاية ما تم التشريع وضع قانون بالاعتراف بالتعليم المنزلي وعطاه شهادات وإختبارات مش عايز تودي ابنك مدرسة مش مشكلة بس المهم يبقى فيه طريقة إن إحنا نختبره ونضمن إن أنت بتعلمه بجدية ويعني إيه؟ هيوصل لمستوى كويس مش مجرد إهمال أو إن أنت إيه؟ بتمارس نوع من السيطرة على ابنك طيب دم أمريكا بريطانيا نفس الحكاية فيه دول كتير بلجيكا وكذا دولة بتسمح بدا فيه دول بتمانع تماما وجود التعليم المنزلي بتعتبره نوع من يعني منزعة الدولة في الهيمن على الأفراد وهذه النقطة اللي إحنا يمكن هنقف عليها شوي اللي هي فكرة إيه؟ ليه الدول اللي بتعارض فكرة التعليم المنزلي فيه دول في أوروبا بتعارض فكرة التعليم المنزلي وبتعتبرها غير قانونية إن هو أنا ابني ما تدوش المدرسة واعلمه في البيت يقول لك لأ ابنك لازم تجيه جول المدرسة جول المدرسة بتاع الحكومة خلاص؟ طيب ليه؟ هنا بقى دي الفكرة دي فكرة مهمة جدا لأن إحنا هنرجع لها تاني لما نيجي للوضع في مصر والدول العالم العربي والإسلامي اللي هو هو إيه الدولة؟ شايفها إن هي وظيفتها إيه؟ دي مهمة جدا المثال اللي هناك الدولة بتقول أنا القائم على الدفاع عنك وتعليمك والرعاية الصحية والخدمات الأساسية والمرافق فأنا عايز أضمن إن المجتمع دي يفضل متجانس يعني متجانس ما يجيش واحد بعد ما يتعلم عشر سنين وخمستاشر سنة وأنا ما عرفش أي حاجة عن اللي يتعلمه يطلع بأفكار ضد المجتمع أو ضد الدولة فأنا عشان أضمن التجانس المجتمعي أو السلم المجتمعي فأنا عايز أضمن الجرعة التعليمية اللي أنت ختاقة واللي أنت تعرضت لها في سنوات عمرك فأنا عشان كده بمنع ده الدول التانية بتقول لا أه الله ده النوع من التحكم في الأفراد أنت راجل حر وده وطن حر والدولة دي لها مؤسسات ودولة ديمقراطية وفي دستور بيكفل حرية الأفراد أنهم ما يعمل له وعايزينه فأنا كدولة بقدم لها خدمة تعليمية مجانية مجبر على كده كدولة وتعليم جيد بل جيد جدا بل أحيانا ممتاز كثير جدا من الدول الأوروبية وغيرها وأمريكا وبعد كده بقول لك والله لو أنت عايز تتعلم براحتك وده من حقوقك ده من حقك ومش حقك أنا اللي بديهولك ده حقك الدستور بينص أن أنت مواطن حر فلو سمحت اسمح لي أنا كدولة أن أنا أتطمن على ابنك تطمن على ابنك كمواطن جوا الدولة أنه هو خاد القدر الكافي من التعليم ولو أنت عايز تكسيبه ثقافة تانية أو سلوك تاني أو أخلاقيات تانية أو أخلاقيات دينية معينة مش شايفة عندي في المدرسة ده من حقك تمام فإحنا كده عندنا وجهة النظر في دولة شايفة أن ده نوع من التعدي على هيمانة الدولة وفي دولة تانية شايفة أن ده من حقوق الأفراد لأن أنا وظيفتي كدولة أن أنا حق راحت الأفراد وحريتهم تمام هذه الواجهتين دولة هنشوف إحنا في الوضع لما نيجي نطبقه على الدول العربية والإسلامية طيب مين في الدول العربية والإسلامية بيعترف بها هذه الصورة تكتيكات تقريبا ما فيش ولا دولة ولا دولة من الدول العربية بتعترف بفكرة تعليم المنزلي يعني ما بتشوفهوش غير مقنن يعني الطفل ما راحش المدرسة يبقى مش متعلم يعني ده هو أصلا يطاله قانونيا يطال أبو والمسروض تعليم الزامي يعني القانون بيعاقب على اللي ما دخلش إبنه المدرسة اللي احنا حينما نسميها ظاهرة التسرم التعليم وغيره طيب في دول عربية بتسمح بدا الغريب إنها كان دولة واحدة دولة واحدة اللي عندها تشريع أو الحكومة أو السياسة العامة بتاعت الدولة بتقبل ده كانت ليبيا ليبيا بما إن هي كان عندها يعني فكرة النزوع ناحية الشعبية جمهورية ليبيا كزا حاجة كده الشعبية إيه إيه فكرة إيه؟ إنه والله الشعب أو المجتمع بلغة تانية ليه حق إنه هو يحدد أنا عايز أتعلم إيه وفين فلو أنت مش عايز تتعلم عندي في المدرسة مش مشكلة فبيتبنى الوجهة اللي احنا قلنا عليها زي شبه اللي عند أمريكا كده نوع إيه؟ اتعلم براحتك بس لو سمحت عايز أتطمن على مش إنت بتتعلم إيه وإلا ده نوع من الرقابة غير المحمودة أو المفروض الدولة متمارسهاش لا إنت المفروض بس عايز أتطمن إنت وصلت الأنهي مستقى في التعليم بحيث لو كان إنت مش عايز تتعلم في المدرسة عشان شايفت تعليم المدرسة اللي عندي مش كويس وبعد كده فجئت إن مستقى قليل أو وحش أو أسوأ من اللي بيطلع عندي في المدرسة طب إنت إيه؟ إنت كده وكأنك بتعاقب الطفل بتاعك تمام؟ طيب لو أنا عايز أجي أتحرك بقى بالفكرة ناحية المجتمع المواصر عشان الفكرة تبقى قريبة إحنا الأول بس الغاية دلوقتي الفكرة اللي إحنا كنا عايزين نوصلها واحد إن فكرة مجتمعات بلا مدارس دي الفكرة الأساسية يعني المجتمعات قبل قيام الدول قبل جود مؤسسات الناس بتتعلم طول عمره الفلسفة الكبار والرسامين المشاهير وأشهر شعرة في التاريخ تاريخ الإنسانية فكل المجتمعات ما نشأوش في مجتمعات فيها مدارس نظامية ده كان المجتمع عنده وعي الأب والأم عندهم وعي كافي إن هم يعلموا الطفل ده الحاجة الأهم من كده إن كان الناس بيعتبروا إنه المجتمع هو مدرسة بس مدرسة واسعة قوي بتعلم أخلاق وسلوكيات وحرف أو مهن مرتبطة بالاحتياجات الحقيقية للمجتمع ودي من نقطة مهمة جدا الاحتياجات الحقيقية يعني أنا مجتمع أكون دولة فقيرة ويعني يعني مستوى الاقتصادي سيء جدا وبتاع يبقى المفروض لما أجع علم حد أعلمه مهارة تناسب مع احتياجات المجتمع على رأي واحد صديق لينا كان أجنابي يقوله فرنسيا أو أمريكيا كان يقول لما أعود مع مجموعة من المصريين لما هم عشرة على الأقل تمانية فيهم هيبقى مهندسين أو ده كترة اللي هو فكرة إيه نسبة الناس المتعلمة تعليم عالي في مصر كتير جدا بالرغم من احتياجاتنا إحنا الحقيقية عايزة مستوى حرفي على عكس اليابان وألمانيا هم المفروض دول متقدمة على المستوى المادي على الأقل والتقني عندهم التعليم الحرفي أو المهني دي تعليم شائع جدا ومحترم جدا خلاص؟ وكاننا احنا بنتعلم حاجة غير للمجتمع عايزة ودي فكرة هنرجع لها برضو تاني طيب دي فكرة أولينا أن التعليم المنزلي أو اللامدرسة ده الأصل وفكرة التانية أن الدول الدول ليها وجهة نظر في أن ده من حقك ولا مش من حقك ده قانوني ولا مش قانوني طيب خلينا في مصر طبعا مصر من ناحية القانونية من ناحية القانونية لا تعترف أو لا ترى أو غير معتادة على فكرة تعليم المنزلي أنها تقننها يعني تعليم يعني جوه المدرسة يعني هيئة تعترف ديها الدولة مديها تصريح أن هي مدرسة بتعلم وليها مناهج والمناهج دي يجب أن تكون معترف ديها من قبل الدول ده في مصر ده القانوني أو باللغة اللي احنا بنكلمها بنقول ده إيه ده الرسم ده إيه اللي على الورق طيب الحقيقي الحقيقي لما نيجي نقول كده لو قلنا لأي واحد من المشاهدين قلنا له إحنا إيه إحنا عايزين نقفل المدرس كده يعني إحنا عايزين نقفل المدرس يقول لك إزاي طب العالم بتعلم فين السؤال لو سألناه بنطريقة تانية أنت بتعلم ابنك فين بيروح المدرسة يقول لك لا ما بستفدش حدا خلص المدرسة أمان أنت بتعلمه فين يقول لك لا والله يا إما بجيب له مدرس البيت يا إما بودي ابني لمدرس خصوصي برغم هي 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 هو هو نفس السؤال نقفل المدرسة يقول لك لا نقفله إزاي أمان هو يتعلم فين لو سألتم من ناحية تانية ابنك بيستفاد حاجة في المدرسة يقول لك لا والله التعليم ده التعليم لي أكتر من خمسين سنة فاشل جدا في مصر لا في علمك كده أه الناس اللي بتقول كده لا ده الدولة نفسها بتقول كده والدولة بتقول إحنا عاجزين عن تعليم الناس الدولة بتاع تاريف بده عاملة هيئات محو الأمية هيئات المحو الأمية في مصر من أول العصر الملكية يعني قبل اثنين وخمسين لغاية دلوقتي كل عصر جه وكل تشريع جه اتعمل تشريع لمحو الأمية في مصر وهيئة التعليم الكبار وهيئة المحو الأمية وهيئة الوبع المناهج وهيئة لمراقبة المناهج بتاعت محو الأمية ومازالت الظاهرة بتستشري بل بتسوق يعني زمان كان الأمي أمي يعني خلاص مكتوب في أوراق الدولة ما بيعرفش إقراء ويكتب وهو بيقول على نفسه ما بيعرفش إقراء ويكتب دلوقتي الوضع كمان بيأسوأ اللي احنا بنسميه أحياناً إليه؟ الأمية المقنعة إنه هو في أوراق في أعلى الورق عند الدولة واخد مؤهل أحياناً بيأخد ابتدائي وحياناً بيأخد إعدادي وأحياناً بيأخد مؤهل متواصل وبيعرفش إقراء ويكتب خلاص الإحصى الحقيقية في مصر الدولة بتقول إن نسبة الأمية في مصر حاجة 20% الدولة على الورق فده كده إحنا وإحنا مرتاحين بنقول إن نسبة الأمية في مصر أكتر من 50% 50% يعني 50% أمية قراء ويكتب معرفش إقراء ويكتب طيب في حاجة لطيفة جداً تتعلق بالإحصى قبل ما ندخل لتوصيف الظاهرة بتاعة فكرة المدارس في مصر وفكرة إمكانية تطبيق التعليم المنزلي في مصر أو ممارسته أيام في حكومة فترة حسن مبارك كان نسبة الأمية مثلاً هنقول إن هي كانت مثلاً 40% هنقول كده خلال شهور معدودة 3 شهور أو 4 شهور النسبة دي خفض بيئة حاجة وعشرين في المئة حاجة وعشرين في المئة والمثال ده أنا بضربه عشان يتخيل المشاهد معايا طريقة معالجة قضية محو الأمية في مصر بيتم إزاي؟ من ناحية الدولة من ناحية مؤسسات الدولة طيب مرة واحدة بيئة النسبة تخيلوا معايا مثلاً عشرين في المئة أو اتنين وعشرين في المئة إيه ده؟ خلال ثلاث شهور طب والله ده منكس كبير جداً أربعين في المئة أمية ده نحن تكلم على خمسة وثلاثين مليون مثلاً ما عرفوش إيروه يكتبه لما أقول إن النسبة بيئة عشرين في المئة يعني في خمستاشر مليون واحد مثلاً ولا أكتر علمتهم محيط أميتهم في ثلاث شهور طيب والله ممتق بس ده حصل إزاي؟ هو طبعاً ما كانش حصل حاجة ده هو كان إيه؟ تم تغيير تعريف الأمي داخل المادة القانونية بدل ما القانون بيقول إن مثلاً الأمي هو من لا يستطيع مثلاً قراءة أو الكتابة من سن كذا لكذا غير الشريحة السنية أو العمري فبيقي واحد ما بيعرفش إيروه يكتب بس في عرف القانون مش داخل في التعريف فبيقي إيه؟ خلص ده بيعرف إيروه يكتب يعني الرجل ده كان نام صح الصبح ليه نفسه بيعرف إيروه يكتب طبعاً ده ما حصلش هو الفكرة في إيه؟ إن الدولة بتتعامل باستخفاف اتنين بروتونية زيادة عن اللزوم مع فكرة الأمية والكتاب محول أمية بتاعت القراءة والكتاب لأن هي دايماً حتى بتبقى موجهة نفسها للقراءة والكتاب إحنا اللي نتكلم عنه في تعليم يتجاوز من الحالة الرقاءة والكتاب الرقاءة والكتابة دي ممكن طفل سنه أربع أو خمس سنوات يعرف إيروه يكتب إحنا نتكلم عن حاجة أكبر من كده شوي لكن إحنا حبيت أضرب المثال ده عشان أوري جزء من طريق التناول مؤسسات الدولة ده فكرة إيه؟ فكرة الأمية طيب إيه وقع المشكلة في مصر؟ إيه أكبر المشكلة في مصر؟ إن منظومة المنظومة السياسية اللي موجودة في مصر إحنا بنقدر نقول من 52 يعني إحنا دلوقتي لنا أكتر من 60 سنة هي شايفة ترى أن الدولة المفروض المفروض تكون مهيملة على كل مناحي الحياة داخل الدولة إزاي؟ يعني هي المفروض تعلم الناس وهي المفروض تنشي المستشفى العامة وهي المفروض اللي توزع السلع الأساسية على الناس وهي المفروض اللي تدعم السلع الأساسية للناس وهي المفروض اللي تعمل جيش وطني يحمي حدود هذا الوطن خلاص؟ وكل هزي الوظائف الملحقة بالموظائف الأساسية اللي احنا قلناها الدولة المفروض بتقول إن أنا هعمل ده طبعا ده كان شيء متعلق بأسباب قيام ساور 52 واللي إدها شرعيتها إن هي حكومة وطنية جاية بعد استعمار إخراج القوى الأجنبية تحرر الإرادة الوطنية إيه القيام ممارسة نوع من السياسة الاشتراكية اللي هي مختضاها اللي احنا قلنا ده اللي هو إيه إن الدولة مهيمين على كل ده هل ده تغير حاجة؟ من ناحية الممارسة القانونية وسحسية الدولة عايزة تمارس ده على طول اللي هو إيه أنا من حق الهيمان على كل مناحي الحياة طيب إيه اللي تبقى من ده؟ على الحقيقة لم يتبقى إلا الجانب الأمني حتى ده كان موجود جدا واضح جدا في أواخر فترة حسن المبارس اللي هو إيه؟ الدولة الدولة قادرة تعمل مدارس بالقدر الكافي؟ لا الدولة قادرة تجهز المدارس اللي عملتها بالقدر الكافي؟ لا الدولة قادرة تدي مرتبات كافية للمعلمين في أي مستوى دراسي أنه هو يعيش حياة كريمة ويتفرغ لأهم وظيفة على الإطلاق موجودة في أي مجتمع بشر وهو تعليم الناشر؟ لا طيب الدولة قادرة تعمل مستشفيات تكفل الحد الأدنى من الحياة الطبضية الكريمة للناس؟ لا طيب الدولة قادرة تعمل الحد الأدنى من المرافق الأساسية للناس؟ لا يعني الميا يعني الصرف الصحي يعني الكهرباء يعني الطرق يعني المرور لا طيب قم للدولة ليه مصرة أن هي مهيمينة؟ ده التعريف اللي على الورق إن الدولة لازم تبقى مسيطرة على ده طيب إيه اللي بياد بعدها؟ إنه لما أجيه أقول في مصر أقول والله يعني هتكلم بكلام دبلوماسي أقول إيه؟ والله الدولة مش قادرة تعلم الناس عايز أتكلم بكلام مباشر ومش دبلوماسي أقول الدولة فاشلت في إدارة السياسة التعليمية للناس للمجتمع فلو هتكلم بكلام دبلوماسي هقول طيب والله إحنا هنساعد الدولة يعني الدولة دي إيه غير نحنا؟ إحنا مجموعة من الأفراد بنشكل المؤسسات والمؤسسات مش قادرة فإحنا هنساعدها الدولة بتقول إيه؟ لأ مش عايز حد يساعد طب يعني إيه مش عايز حد يساعد ممنوع في مصر إن حد يعمل منهج تعليمي خارج مناهج الدولة آه عشان مناهج الدولة قوية فالدولة خايفة إن التعليم يضعف لأ مش صحيح مناهج الدولة ضعيف بل منتج التعليمي الرسمي سيء جدا طب هي الدولة ليه متمسكة زي الدول بعض الدول الأوروبية اللي بتقول لأ هايمنت الدولة هتجرح أو هتقل على المواطن فأنا لازم ألزمه بالتعليم الحكومي ده هي مش قادرة تعليمه ده هي بالعكس ده هو النسبة لو استمرت بالطريقة دي آه عشر عشرين تلاتين عربين سنة إحنا بدون مبالغة هيوصل نسبة الأمية في مصر أكتر من ثمانين في المية لو الدولة استمرت بنفس الكفاءة طب هي ليه الدولة متمسكة بفكرة إيه؟ لا ما تعملش منهاي ولو عملت طب واحد يقول لك لا طب إزاي؟ ده مصر فيها كمية مدارس ملت ناشنال أو انترناشنال مدارس خاصة أو مدارس أمال إيه ما إيه؟ يقول لك لا أنت تعمل مدرسة بس لازم أتأكد من المناهج اللي أنت بتديها وكأن وكأن ودي بقى الجانب المعضل في الموضوع أن الدولة عندها الكفاءة أنها تحكم على المناهج واحد يقول آه طبعا ما الدولة المفروضة يقول لها الكفاءة إحنا بنقول إيه؟ الممارسة بتقول إن الدولة لها 60% ما عندهش الكفاءة أنها تعلم ولا تختار المناهج الكفية فإزاي لها قدرة على الحكم على هذه المناهج؟ طيب إيه اللي حاصل؟ إيه اللي حاصل من جملة من جملة الفساد العام في جميع المؤسسات إيه اللي حاصل إن فيه مدارس كبيرة كتيرة جدا مدارس خاصة مفتوحة في مصر ومدارس دولية للتعليم؟ الإشكالية في إيه؟ واحد إن حتى نسبة هذه المدارس للتعليم العام في مصر فيه ناس بيفتكروا لأسباب تتعلق بافتقاد إحصى جيدة ودقيقة في مصر إن المدارس الخاصة كافية مدارس التعليم الخاص في مصر كله 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 من قول الجامعة للمدارس الحضانات كله لا يمثل غير 7% فقط من قدرة التعليم في مصر يعني الباقي ما زال كله فيه يعني 7% بس بيقوم بها القطاع الخاص المدارس الخاصة وكل المحاولات و93% ما زال هي الدولة اللي بتعمل طيب الدولة بتعمله بكفاءة إحنا مجمعين المجتمع الأفراد والدولة إن الدولة عاجزة بل ده عاجزة دي لغة دبلوميسية بل فاشلة في إدارة الملاث التعليم مين بيقول كده؟ بيقول مستوى الطالب بيقول ده عدم اعتراف كل المجتمع الدولي بما فيها الدول العربية بما فيها دول الخليج بالشهادات المصرية بالشهادات يعني لو أنا طبيب رحت عايزة أشتغل في الكويت بيعملوه اختبار لو رحت أمريكا بيعمل لي اختبار ما بيعترفش بالشهادات اللي أنا واخدها تمام؟ عدم دخول أي جامعة اللي احنا بكلم عن المستوى الجامعي في أي تقيمات بتاعة أحسن 500 جامعة في العالم مش موجود المدارس مستوى مصر في أي إحصائية دولية مستوى التعليم الأساسي في مصر بالنسبة لتعليم أي دولة في العالم برضو بيجي متأخر جيدا طيب احنا ما اعترفين بكده والدولة محترفة يبدأ طيب ليه الدولة؟ مش عايزة يعني ايه؟ تعترف بده وتاخد تشريع يوضح هذا الاعترف يعني لغاية دلوقتي ممنوع ان انت تعمل منهك خاص ما تعملش مدرسة إلا طبقا لمصافات الدولة بالرامل احنا اعترفنا احنا لاتنين احنا والدولة ان الدولة فشلة في إدارة المه في التعليم ليه؟ المشكلة أكبر قضية بتواجه التعليم في مصر انه هو ايه؟ مشكلة تسيس تسيس القضايا التعليمية يعني لو احنا عايزين نضرب مثال في القديم مثال في القديم التعليم في مصر يعني من ناحية لو قارننا الثانوية العامة المصرية بما يوزيها في امريكا او بريطانيا للغرابة كان مستوى المنتج بتاع الثانوية العامة المصرية كان اقوى من الثانوية العامة البريطانية او امريكية ولو ايه حد من المشاهدين سنه كبير شوية يدرك هذه الفترة اللي كان عايز يهرب من السنة العامة المصرية عشان كانت صعبة كان ياخد شهادة الشهادة البريطانية أو الأمريكية طب إيه اللي ألب الآية إن حصل تدخل بقرارات سياسية يعني وزير يجي ياخد قرار سياسي قرار سياسي ده مش نابع من خبير تعليمي اللي خاده ألبتاع زي القرار اللي خاده هو حسين كامل بهاي الدين لما كان وزير تربيع وتعليم لما غير نظام التعليم في مصر طيب اللي خلق استمقت القرار السياسي يعني وكأنه جانب الكلية على النظام التعليمي في مصر كان حزمة قرارات ممكن نتناولها أو نتعرض لها بشكل تفصيلي شوية بعد الفاصل فانتظروه ترجمة نانسي قنقر السلام عليكم أهلا بكم من جديد استكبالا لفكرة تسيس التعليم أو القرار مثلا قرارات حسين كامل بهاي الدين القرارات مررت مررت بدون أي مبرر تربوي اللي هو فكرة تعديل نظام السنوية العامة اللي هو من بعدها نقدر نقول إنه هو انفرط أيق التعليم الثانوي وبالتابعة تعليمي الجامعي القرار اللي خده فتح سروري لما كان وزير التربية والتعليم بإلغاء الصف السادس الابتدائي ده كان قرار سياسي متعلق بموازنة الدولة بالاقتصاد ما لنوجه دعوة تربوي ما لنوجه دعوة تعليمي حتى هو نفسه كوزير تربية وتعليم هو أصلا أستاذ قانون قانون يعني حتى الموضوع ما كانش مسند لخبير أو واحد متخصص في المجال فأخذ القرار نقدر نقول إنه هو بناء على توصيات تربية أو حاجة هزا كده الأسوأ من ده على الإطلاق تغيير نظام الترم الفصول الدراسية مصر كان معظم التعليم فيها التعليم الجامعي كلية هندسة باقي الكليات كلها سنة كاملة خلاص ما فيش ترم زي كنه سنوية عامة كده القرار باتخاذ الفصول الدراسية اللي هو اللي احنا بنقول ترم أول وترم تاني ده حديث يعني ما فيه أي حد من المشاهدين يعني متوسطة العمر يعرف إنه كانش التنظام كده إيه اللي حصل الجهازات الجهات السيادية أو الأمنية في مصر وجدت إن فيه أعمال آآ شغب ومظاهرات بيشارك فيها شريحة كبيرة جدا من طلاب الجامعة في فترة في شهور يناير في شهور يناير في فترة كده فإيه القرار؟ القرار التام القرار كان سياسي أو أمن لوقع إيه إحنا عايزين الفترة دي تبقى فترة الشريحة العمرية دي تبقى مشغولة فالاقتراح جاء إيه؟ بفصل الترمين يبقى فيه ترم يبقى طالب أول ما يخش منه ما يتعرف بس على المناهج يمتحن فيفضل مشغول بعد ما يريح شوية يدخل في الترمي الثاني بعد ما خلص الترمي يمتحن وهكذا اللي هي لاش غير لم تنجوا كلية من هذا القرار السياسي غير كلية الطب اللي هي مازالة كلية الطب هي كلية الوحيدة لم يفهاش نظام ترمي يعني الطالب بيقعد يمتحن بيدرس السنة كلها ونظام عملي أربعين في المئة وستين في المئة نظام مختلف تمام اللي هو كان نظام الطبيعي بتاع كلية أن أهل التخصص الدكاترة هم المسؤولين عن تحديد النظام التعليمي المناسب للمادة العلمية اللي بتدرس طيب فدي أول مشكلة أول مشكلة هتواجهنا في الكلام عن الواقع التعليمي في مصر أو واقع تصور مصر المجتمع بلا مدارس بلا مدارس بالمعنى إيه؟ بلا مدارس بالشكل الحالي إحنا لسه هنحدد اللي إحنا نقصده أنا يمكن أخرت شوية في الكلام عشان اللي هو استعراض الجانب التاريخي قبل ما نقدم الصورة للمعاصرة فكرة إيه اللي نقصده بالضبط بين فكرة مجتمع بلا مدارس أو التعليم المنزلي أو التعليم اللي مدارسي ليه تسميات كتيرة جدا ففكرة الواقع أن الدولة ما زالت بتتمسك بالجانب السؤال بتاع الهيمنة اللي هو إيه لا أنا مسؤولة أول ما تسأل نفس السؤال في القطاع الطيب تقوله والله أنا مش قادر أعيش فلوس طيب الجانب المرافق التي تخدمت تقول لك والله أنا معيش فلوس أول ما تيجي عند الجانب التعليمي يقول لك لا محدش يعمل منح التعليمي إلا ما عديه علي هذا الاهتمام ليس اهتمام يعني بلغة غير دبلوماسية ليس اهتمام من جانب الصالح العام لا ده هو جانب اهتمام أمني تمام؟ دي إشكالية واحد اللي هي فكرة إيه التدخل السياسي في العملية التعليمية في مصر اتنين ان لما بيحصل خرق خرق لده ويبقى فيه توسع كبير جدا مثلا في القطاع التعليمي الخاص وكذا بيبقى مش توسع المحمود واحد يقول لك خلاص اه فيه المدارس انترناشون ومالتناشون اتفتحت كتير جدا وجامعات خاصة المشكلة في ايه؟ ان دي اللي مررها ان هي مرت من الجانب الاقتصادي ان ده نوع من التكسب من التكسب او الدروس الخصوصية الدروس الخصوصية هي صورة من التعليم المنزلي خلاص؟ دي الدافع بتاعها اقتصادي والدافع بتاعها اقتصادي فاحنا فقدنا الجانب التربوي وبيقى دافع اقتصادي مش دافع تعليم حقيقي فبرضو الصورة اللي موجودة مع نوع من التغريب نوع من التغريب يعني بيطلعناش ما يعرفش ولا حاجة لها عن التاريخ ولا اللغة ولا حتى الدين بتاع المجتمع طيب ايه الصورة ايه الصورة اللي ممكن تتنفذ في مصر او تمارس في ظل التصور ده ان هي الدولة هنا من النظم السياسية اللي بتختار اللي هو ايه اه لا العملية التعليمية دي لازم اكون انا برأي واحد عشان المشاهد يتصور بشكل دقيق ايه فيك؟ ايه؟ يعني ايه مجتمع بلا مدارس؟ يعني المدرسة ليست هي الوزن الاكبر في الحياة التعليمية للطالب يعني واحد يقول لك ايه؟ انا موضوش مدرسة؟ لا اودي مدرسة بس ايه؟ المدرسة دي تكون ايه؟ المفروض ان هما دايما في التعريفات يعني يقول لك ما تزدش عن 25 ساعة في الأسبوع من وقت الطالب ليه؟ ليه؟ انا دلوقتي لو انا اه وزوجتي مثلا مؤهلات علم مؤهل عالي وعندي طفلي أنا وزوجتي مؤهلتنا العلمية أعلى من المدرسة اللي هدىي ابن المدرسة ده واحد ده واحد ده اللي احنا عايزين نقول يعني ايه التصور بتاع يعني إيه مجتمع بلا مدارس أو تعليم منزل أنا عايز أنا كأب أنا أو أخوه أو والدته أو جدته أو جاره أو مدرس خاص هو المسؤول عن تعليم الولد ده لأنه أنا شاكك في قدرة الدولة على إعطاءه تعليم حقيقي أو صحيح اتنين اني فكرة استبدال المناهج دي استبدال المناهج دي بمناهج مخصوصة يعني ايه مناهج مخصوصة دلوقتي العلم زمان كان مضطر مثلا من عشرين سنة ممكن الفكرة اللي احنا كنا بنقول بنتكلم عليها دي ممكن تكون صعبة شوية ليه يعني هنجيب له منين كتب هنجيب له منين مناهج هنجيب دلوقتي بسبب وجود شبكات الانترنت وجود البرامج وجود اجهزة الكمبيوتر المتوفرة وبقية مش مكلفة وبتاع اي اسرة مستوى متوسطة في مصر ممكن يبقى معها جهاز كمبيوتر واللي معهوش ممكن تبقى جمعية او مسجد او اي حاجة في الحي فيها اجهزة كاس جهاز كمبيوتر انه ده يستبل بالتعليم المدرسي ليه الفكرة دي واحد يقول لك ايه طم هو هتا كده يعني هو نفس الوقت اللي كان هيروح المدرسة انت هتدينه نفس الوقت التعليمي او اكتر في البيت او في حيثة تانية هو دي الفكرة ان انا انا عايز اطلعه برا المنظومة انا باعترف ان المنظومة والدولة بتعترف ان المنظومة دي مفسدة بل غير كف بل ما عندهاش الامكانات الكافية بل منهجها اثبتت انها بتطلع منتج تعليمي غير جايل وفيها تفلت اداري كده فانا عايز استبدال المنظومة دي بمنظومة اضمن اضمن ان المنتج اللي طالع منها منتج تعليمي صالح حتى يوازي مستوى التعليم البر بل ممكن يكون احسن منه تمام فدي الصورة الصورة اللي هو ايه اللي احنا هنسميه التعليم المنزلي اثنين ان انا اضمن ان الوالد الوالدين عندهم الثقافة التعليمية الكافية ان هو ايه يعني واحد يقول لك اه خلاص كويس اعادوا من المدرسة ليه هو اول حاجة مكلفة لو انا عايز اقول التعليم هو تعليم حكومي هو ما بتفعش فلوس بس ما بخدش تعليم حلاص؟ واحد يقول لك طب هوا دي تعليم خاص تعليم خاص غالي وبرضو مش مفيد حتى في صورة التعليم الخاص يا اخوان احنا هتقود الكلام ده كلام لتعليم المدرسة الحكومية وللتعليم الخاص تعليم الخاص برضو مدمر جدا للوقت للوقت يعني لو هو مثلا سكان القاهرة والمدن الكبرى او بتاع وقت كبير جدا بيروح في الزهاب والقياب والمدرسة اثنين وده الاخطر فكرة ايه المناهج احنا بنقول ان المناهج اللي بيدوها احيانا بيبقى فيها تركيز شديد جدا مثلا على اللغات الانجليزية وبعد شديد جدا عن اللغة العربية والمواد الدينية اللي هو المفروض التعليم الاساسي اللي هو ده هو اللي انا عايز ادهوله ده بالاساس اثنين فيه غياب كبير جدا عن معظم المواد يعني مثلا انا عايز اعلم طفلي برمجيات عايز ادي له اعداد بدني كويس عايز اعلم اصباحة جنباز اي حاجة كويس طالعني يقول لك لا ده ده ترفيه احنا كمان اجتمع ما نقدرش نعمل ده خلاص لا هو ينفع بس ينفع ومش بالسعر ده يعني فيه مدارس داخل مصر ممكن يدفع خمسين الف جنيه ممكن مئة الف جنيه ممكن مئة وخمسين الف جنيه طفل في ابتداية او اعدادية عشان يعلمه خلاص فاحنا بنقول ان الصورة دي صورة اللي هي التعليم المنزلي اول حاجة هتوفر الرقم الضخمي ده اتنين هتخلي الاسرة تستعيد دورك طبيعي ان الاب والام هم المفتوض يعلموا ولادهم يعلموا ولادهم باكبر قدر يعني احنا مش بنقول ما يعلموش ابدا في اي مدرسة ولا ما يجيبنوش اي مدرسة النسبة الاكبر من عدد الساعات اللي بيتعرض لها الطالب او الطفل يكون من خلال الاب والام عشان يبقوا عارفين هم ابنهم ده تعلم ايه بالظبط من ناحية الاخلاقية من ناحية السلوكية من ناحية المواد تلاتة الفكرة الابداعية انت بتعلمه في المدرسة ايه هي دي مشكلة ان دايما التعليم في ودي اخوانا الكلام اللي احنا بنقوله ده ده بتقال حتى في دول يعني اللي احنا بنسميها احنا دول متقدمة سواء امريكا او اليابان او غيره انا مش عايز اعلمه تعليم جوه مدرسة وفي الاخر اول ما يطلع يلاقي المجتمع يلاقي الصورة اللي موجودة في المجتمع حاجة تانية خالصة يعني مثلا احنا عندنا واقع التعليم في مصر ان فكرة التعليم الحرفي او المهري دي حاجة محتقرة جدا حتى لو احنا لو ما قلناش ده من باب الادب العام او الدبلوماسية احنا بنعتبر التعليم الفني ده مرحلة ادنى من التعليم العام او السنة يعني تعليم لو واحد قلت له واحد قلت له ده ده خريج سنوي فني وده سنوي عام هو بيعتبر ان السنوي عام افضل من السنوي الفني بالرغم لو هو راح المانيا او اليابان او اي دولة فيها نفس الثقافة فكرة التعليم الحرفي او المهني دي دي حاجة تشبه التعليم الاساسي ان اي حد من بعد عشر سنين في المانيا المفروض يروح ليه حرفة او مهنة او حاجة بيوجدها ليه لانه ده احنا بنسميه ايه تعليم حقيقي يعني بيتعلم حاجة حاجة مفيدة او يعني اللي هتعلق بالواقع اللي هيقابله احنا هنا واحد يقولك انا عايز اطلعه دكتور اعايز اطلعه مهندس ده هو هيبقى مهندس او دكتور لما يبقى سنه كام خمسة عشرين سنة ستة عشرين سنة سبع عشرين سنة من اول ما هو طفل من عشر سنة يعني السبعتاشر سنة اللي هيعودهم في المدرسة ده هيبقى ايه احنا هنا تصورنا انه هو لا طالب يعني يروح المدرسة ويرجع وخلاص ما عميش حاجة تاني خلاص فديه فكرة انه هو اللي احنا بيسموه التعليم الواقعي او الحقيقي انه هو تعلمه حاجة متعلقة بالواقع اللي هو بيعيش فيه طبعا ده مفقود تماما تمام يعني ده برس مش ده برس مش ده برس تصور المؤسسات التعليمية الرسمية في الدولة لا ده برس تصور الثقافة العامة بتاعت المجتمع عن ده فلو نقدر نقول لو عايزين يعني نلخص الدعوة بتاعت التعليم المنزلي احنا بشكله مباشر جدا احنا انا بادعو الناس لفكرة التوسع في التعليم المنزلي سواء الدور اعترفت دي بشكل قانوني او لا ليه لان مساح التدخل للدولة حاليا عشان نبقى صورحاء الدولة اصلا اضعف من ان هي مش ان هي تقنن المسألة اولا ان هي حتى ترقبها يعني احنا مثلا بنقول دلوقتي اه اه ليه الدولة اه ما ترقبش المناهج تصدر تشريع اه قانوني ان هي تعترف التعليم المنزلي وترقب العملية التعليمية ده تعملها دولة اه زي امريكا لكن دولة مش قادرة تهيئ اه طرق العامة او توفر كهرباء او ميا او صرف صح لقطاع كبير جدا من المجتمع هقدر اقول لهم والله يرقبوا التعليم غير الحكومة هي عارفة ترقب التعليم الحكومي اصلا عشان ترقب التعليم المنزلي فهي ايه الدعوة دي هي دعوة وعي عن ان الناس تبدأ تطلع على ده انا اوصي الناس لو واحد بيعرف يقرأ انجليزي كويس في اه اي عنوان يعني على شبكة الانترنت يقرأ على هوم سكولينج المصطلح ده هوم سكولينج هيلاقي كلام كتير جد لو هو يعني ما اقدرش تطلع على وثائق انجليزية في عندنا موقع ابن خلدون موقع تعليم منزلي موقع جيد عندنا صفحات على الفيسبوك اسمها مسلا تعليم المارين فيها مجموعات كتيرة جدا اصر معظم الناس مستوى تعليمي عالي جدا مهندسين دكاترة تربويين اسادزة جامعة كلهم الفكرة دي اللي هي احنا بندنم حوالينا اللي هي ايه الوعي بانه هو في هناك بديل بديل للتعليم المؤسسي اللي كل الناس سخط عليه بس اللي مش عارفة ايه البديل يعني هو واحد يقول لك خلاص احنا متعرفين ايه ان التعليم في المدارس وحش والتعليم الخاص او الانترناشنل او كذا هيخليه يبعد عن اللغة العربية والعلمة الاسلامية وكله باللغة الانجليزية وحاجة ازا كذا طب ايه البديل فاحنا بنقول ان دايما البديل اوله بالوعي ان هو يبقى عنده وعي بخطورة اللي بعمله ووعي بايه ان فيه سكة اخرى اللي هو المفهوم اللي احنا حقق بندنن عليه من في هذه الحلقة اللي هو ايه فكرة التعليم المنزلي او التعليم اللامدرسي لو عايز يقرأ وسيقة او كتاب مكتوب العربي فيه كتاب دكتورة فق البسيوني كتاب مصر بلا مدارس كتاب في الجملة جيد وظومه كان رسالة جامعية يعني ماجستيرا او كده لكن الاختلاف الوحيد مع محتوى الكتاب ان المحتوى الكتاب جاي جدا في التاريخ للعملات التعليمية التعليم المنزلي برا ونشأته جزء كبير جدا زي اللي احنا طرحناه في الحلقة النقطة الاختلاف الوحيدة مع طرح الكتاب اللي هيقرأ الكتاب يعني هيطلع عليه ان المؤلفة شايفة ان هذه القضية مخطط بها الدولة هنا في مصر يعني انت بتقول للدولة لو سمحتوا يا اخوانا اعترفوا بالتعليم المنزلي عشان نتوسع فيه والدولة هي مش يعني هي دي النقطة الباحثة مش قادرة تتخيق تاخد بالها منها ان الدولة شايفة ان ده في خطورة على هيمنة الدولة يعني هي الدولة مش هتساعد في ده الدولة بالعكس هتسعل ضده ان هو ايه ايه ده هو فيه كم كبير جدا للناس هتتعلم برا المدارس اه يعني دول هيبقوا برا سيطارتي اه يعني هيبقوا تعلموا حاجة انا ما عرفش عنها حاجة اه فهيبقى خطر وواحد يقول طب ما فعلا ده صحيح وده اللي بتقوله الباحثة بتقول الناس لو تعلمت والدولة مش عارف هي تعلمت ايه ده ما ده خطر هو السؤال العكس بقى هو احنا شايفين ان دي الدولة بتعمله نفسه خطر وإلا منتج الدولة الدولة التعليمي سيئ جدا مش سيئ بس سيئ جدا فايه اللي خليها مجرد ان هي هي المؤسسة الرسمية تبقى هي مرجعية زي بالزبط وكأن لو يعني خلينا الموضوع طبي احنا بنقول ان المستشفىات الحكومية سيئة جدا ده باعتراف الدولة باعتراف المجتمع واحد يقول لك خلص نعمل مجتمعات خاصة او اهلية ونجيب ناس متخصصين بتاع الدولة تقول لك لأ انا مش هضمن كده جودة العملية الطبية طب هي اصلا قادرة تضمن جودة العملية الطبية في المستشفىات الحكومية اصلا تمام فهي دي الفكرة من باب الامانة العلمية يقتضي اللي هو التنبيه اني اطرحت الكتاب جيدة جدا من ناحية التاريخية من ناحية تصور ان الدولة هي المسؤولة عن ده لا هي اصلا تعليم المنزلي ده صورة صورة من صور معالجة القصور قصور في اداء المؤسسات الحكومية في احد الجوانب ايه في قضية تعليم المنزلي فهو الجانب التعليم فهو ده المحل عدم الاتفاق مع عقوة روحة الباحثة لكن الكتاب في الجملة جاي جدا في هذه المسألة فاحنا قد ينبقوا يعني من باب المساعدة المشاهد ان هو عايز يتوسع في المفهوم ده موقع ابن خلدون ده موقع على شبكة الانترنت صفحة تعليم المارين على الفيسبوك صفحة جيدة جدا والكتاب اللي هو رسالة ماجستير بتاع الدكتورة رفاق الباسيوني في مجمله جيد جدا يعني انا اللي ارجو ان تكون الفكرة العامة وضحت اللي هو سعي الوالدين لانهم الدخول بجدية في كطرف فاعل في العملية التعليمية يعني واحد يقول لك انا ادفع لابني اي مبلغ من المبالغ عشان يؤدي مدرسة يتعلم المبلغ ده لو انت صرفته على نفسك وعلى والدته ان انتوا تتاخدوا دورات تربوية وانتوا تمارسوا جزء كبير جدا من العملية التعليمية ده افضل ليك وليها افضل ليك وليها وللطفل يعني افضل للوالد وللأم وللطفل بدل ما انت بتوادي ابنك من اول رياض اطفال الناس دلوقتي مهتمة جدا من اول رياض اطفال يعني طفل عنده 4 سنين بيوديه مدرسة او حضانة عشان يعلمه لو الجهد ده يعني انت بيوديه مدرسة او حضانة عشان تبقى مدرسة مهتمة بعشر اطفال او عشرين طفل او تلاتين طفل حسب بقى قدرتك المادية وطبيعة المكان اللي انت هتوديه لو امه او ابوه هم المهتمين بالعملية التعليمية هيبقى معلم واحد لطفل واحد اكي انك مدلس خصوصي واللي يزيد كمان ان هو العاطف الاساسية ان هو ابوه او امه هيبقى احرص الناس عليه بس ينقصوا العملية عملية الوعي او عملية التربوية فانت بدل واحد بيقولك دايما الشعب المصري بيحب يلف حوالي نفسه بيجيب الحاجة بالمقلوب انت بتعمل يقولك انا بشتغل والدته بتعمل ايه بتشتغل ليه عشان نجيب فلوس ليه عشان نوديه مدرسة طيب المدرسة دي بكلفك قد ايه الفلوس اللي انا بشتغل بيها طيب يعني والدته على الال جزء كبير جدا من الوقت اللي هي المفروض بتشتغل ولو هي وقفت الشغر ووقفت العملية التعليمية المدفوعة الاجر اللي احنا بنقول مدفوعة الاجر بشكل ضاهز وفي نفس الوقت غير مجدية وفي نفس الوقت غير مجدية لو وسعة المساحة اللي هي بتديها للطفل والمساحة اللي بتديها لنفسها ان هي هي نفسها ترفع من وعيها التربوي وترفع من وعيها التعليمي عن طريق شبكة الانترنت عن طريق شبكة البرامج عن طريق المواقع والصفحات اللي احنا احلنا عليها عن طريق الاراية في المجال هتبقى هي انفع بكتير جدا لها والأسرتها وللطفل من الناحية التربوية ومن ناحية النفسية ومن ناحية العاطفية ومن ناحية المادية لأن ده الأسرة المصرية أسرة يعني أسرة سيئة الحظ أسرة عليها ضغط مادي ضخم جدا عشان تعمل العملية الأساسية يعني مش عايز هو مش بيسعى الضغط المادي ده عشان يعيش في رفاه لا ده عشان عايز يعلم ابنه يعني الحد الأدم وبعد ما يعلمه بيصرف عليه مصاريف جديرة جدا وبيضيع أكبر كم من وقته ووقت الأسرة كلها في العمل عشان تغطيط المصاريف التعليم في الآخر بيحصل على تعليم هزيل سواء مؤسسة حكومية أو حتى مجتمع خاص ولو بيصرف مبالغ باهزة جدا عشان تعليم تعليم خاص بيظن كثير من المصريين أن التعليم الخاص أو الدولي الانترونيشنل أو غيره في مصر مستوى يعني كويس أي حد متخصص في التقريبية يعرف أنه لو قورن تعليم حتى الخاص في مصر تعليم الخارج أو أي معيار دولي يعرف أنه مش كما ينبغي ولا يستحق كل هذه المبالغ التي تدفع في مجتمع بالكاد يستطيع توفير أساسياته شكرا لكم وبرك الله فيكم نلتقي في الحلقة القادمة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة